معي عبر الأقمار الصناعية من الرياض الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور حمدان الشهري أهلا بك معنا دكتور حمدان يعني إذا ما تحدثنا عن كيفية إتمام هذا على الأرض وفي المقابل ما الفرص حينها التي ستتبقى للحوثيين أو الطرق التي يمكن أن يعود ويلتف عليها تحياتي لك أستاذ ميسون لا أعرف أن كنت تسمعوني أنا في الواقع أسمعكم لكن بصوت متقطع يعني لا أعرف فعلى كل حال طبعا نتحدث اليوم عن المشكلة مع الحوثي واستمرارية المشكلة في الأمم المتحدة أن تقوم بدورها كما ينبغي نتحدث عن أمم المتحدة ونتحدث في المقابل عن الميليشيا صغيرة إسمها الحوثي الأمم المتحدة هناك قرار 22-16 لم تتفاعل معها بشكل كبير الأمم المتحدة طلبت منها قوات التحالف العربي أما أنها تسيطر على ميناء الحديدة أو تترك قوات التحالف والتصرف لم تقم بشيء مقابل ذلك فقط اليوم تقول أنها ستساعد أو ستقوم بزيادة تفتيش على هذه السفن السؤال هو زيادة التفتيش على هذه السفن إلى أين سيقود؟ هل سيمنع استخدام الحوثي لتهديد الملاحة في البحر؟ هل سيمنع الحوثي من استخدام الصواريخ الباليستية على توجيهها للمملك؟ هل سيمنع ذلك؟ هل ستتولى الممتحدة وتكون مسؤولة عن ذلك؟ أم فقط هي ما تقوم به الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة هي نوع من عدم العمل الجدية عم تتولى دكتور حمداني السؤال وجواب لأنك شو عم تسمعني فضل عفوان؟ لا أسئلة ويفية كنت بس لو تبلش تجاوب عليها نعم نعم أحسن فأنا أقول فماذا ستقوم به الأمم المتحدة اليوم؟ هل هي لديها القدرة على أن تضمن عدم إرسال هذا الحوثي هذه الأسلحة أو اختراقه للملاحة تهديد الملاحة في البحر العالمية؟ ليست سفن فقط سعودية أو إماراتية من تعرض لهذا الخطر بل حتى الولايات المتحدة سفن أمريكية تعرضت مثل هذا الخطر قالها وبكل وضوح العقي ترك المالكي قال أول ميليشيا في التاريخ تمتلك أسلحة باليستية هي الحوثي ما الذي ينتظره المجتمع الدول المتحدة؟ هل حتى تمتلك أسلحة دمار شامل؟ أو تمتلك أسلحة تهدد العالم بأكمله؟ طهران هي في الواقع تلاعب العالم تستخدم مثل هذه الميليشيات لقياس ردات فعل العالم إن كان لديه قدرة على الرد على طهران أو لا طهران ومن في الواقع ليست بتلك القوة فقط هناك من لم يحاسبها على أعمالها هناك من ترك لها الباب مفتوحا أن تقوم يوم بعد يوم بتهديد الأمن والسلم العالمي ما نقوم به اليوم في التحالف العربي يثبت بشكل كبير أن عاصفة الحزم يثبت أن هذه الأبة كانت لمواجهة طهران والحد منها وإلا لكان خطرها كان أكبر مما هو عليها اليوم موجود وتهديدها أكبر لما هو عليه اليوم سيغير تغييرا جذريا هذا الموضوع اليوم طبعا الهدف وقف إمداد الحوثيين ولكن من خلال نشر المراقبين زيادة عدد المراقبين الـ 12 والمفاتيشين أيضا يعني صار عددهم 26 سيؤدي هذا إلى تغيير كبير أو سيكون لدى الحوثيين دائما فرص للالتفاف للأسف نقولها بوضوح قوات التحالف العربي تعمل بجد مع طبعا الأمم المتحدة تعمل مع هذه المنظمات لحل المشكلة والأزمة الموجودة في داخل اليمن لكن هل ستضمن كما ذكرنا قبل قليل لا أعتقد هناك ضمانات بل حتى لا يضمنون وصول المساعدات إلى محتاجها لداخل اليمن دائما الحوثي ما يأخذ نصف هذه المساعدات أو أكثر ويستولي عليها إذن ما هو الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في الواقع هل هو التغطي على الحوثي؟ هل هو إعطاء الحوثي مجال أكبر؟ هل هو في الواقع تبحث عن حل جذري لهذه المشكلة؟ أم فقط هي تكون عاق إحدى هذه العواق فقط لتقول أنها تمارس دورها كمنظمة أممية على أرض اليمن للأسف تعرفين الأمم المتحدة للأسف وبكل صراحة ما تقوم به في دورها في اليمن هو دور سلبي حتى الآن لم يؤدي إلى نزع المشكلة ما تقوم به قوات التحالف العربي من نجدة بل حتى بالدعم الإنساني لو حسبت ذلك الدعم الإنساني في ميزان وما تقدم المتحدة ستجدين كافة قوات التحالف العربي ما قدمت لصالح اليمن هو أكثر بأضعاف ما تقدمه الأمم المتحدة جمعا التي دائما ما تنادي بحل المشكلة الإنسانية وغيرها بالنسبة لنختم بموضوع المشكلة الإنسانية اليوم دكتور حمدان إنسانيا الجمعيات الأممية والدولية والمنظمات لماذا أيضا هي غير قادرة على الضغط هناك يعني مثل ما قلت الحوثيين حتى مش عم يسمحوا مش مكفولي وصول مساعدات الإنسانية أغلبها يأخذها الحوثي في حتى من فترة من أسبوع تقريبا كان في حريق بمخزن بتهم الحوثي باستناعه وحتى تم حرق المساعدات والتي كانت تبلغ الأطنان نعم هذه المنظمات لن تستطيع إيصال أو إفاد ما لديها من مساعدات إن لم يكن هناك تأمين والتأمين هذه إما يكون بضغط على الحوثي السياسي عبر موفودهم السيد غريفث اليوم وأن يضغط على الحوثي بأنه لابد من إيصال هذه المساعدات بقوة ويجب أن لا يتعرض لها أحد وبتهديدهم بشكل واضح أنه في حال تعرضت هذه المساعدات لأي خطر أو لأي سرقة أو إلى أي قاف سينتهي الحوار معهم ولن يكون هناك حديث لأمم المتحدة بشكل جذري معهم ينتهي لكن أن لا يكون هناك ما يوجه لهم ولو حتى كلمة عن طريق موفد الأمم المتحدة ولا أن يكون هناك رسالة جادة بأن الحوثي يقف عبثه واستهداف الملاحة كما ذكرنا الملاحة الدولية واستهداف أن تحدث عن المملكة تعرضت لمئة وثمانية صواريخ باليستية لا أعتقد أن هناك تمارس ضبط النفس دولة كما تفعل المملكة العربية السعودية وما تقوم به هي فقط خوفا على الداخل اليمني وعلى المدنيين اليمنيين ولا تستطيع أن ترد على هؤلاء المجرمين داخل اليمن وتجعل جبال صعدة أقول بأكملها حجارة صغيرة لأنه لن تسمح دولة بمثل ذلك ومع ذلك المملكة العربية السعودية قوات التحالف العربي يحترمون القانون الدولي ويتمنى مثل هذه المنظمة الدولية أن تقوم بدورها المطلوب منها والمسند إليها وهو أن تقوم بتأمين اليمن وأن لا يكون هناك ميليشيات رهابية تمتلك السلاح وتهدد أمن اليمن تهدد أمن الملاحة تهدد أمن العالم ويكون لها دور كبير في حفظ الأمن والسلم العالمي وإلا هذه الممتحدة وهذه المنظمات دورها مشكوك فيه ولا يخدم في الواقع حفظ الأمن والسلم المناط إليها شكرا جزيلا لك عبر أقمار سين عيمنا رياض الأكاديمي المحلل السياسي دكتور حمدان شهري شكرا جزيلا دكتور حمدان